المترجم للقناة وكيف ممكن نتعامل مع المساحة تحت المنحنة إذا كانت المساحة شكل غير منتظم ممكن أن نقسمها إلى عدة تقسيمات إذن عندنا المنحنة أي كان قيمة المنحنة أو دالة المنحنة محصور ما بين المنحنة ومحور X المساحة المطلوبة التي نحسبها هي مساحة ما بين المنحنة وما بين محور X إذن المساحة المطلوبة عندنا هي المساحة ما بين المنحنة ومحور X على الفترة من الفترة A إلى الفترة B إذن خلال الفترة من الفترة A إلى B مطلوب مني حساب المساحة لشكل غير منتظم طريقة حل أو طريقة إيجاد المساحة غير المنتظمة بهذا الشكل لابد أن يقسمها إلى عدة مستطيلات وأحسب مساحة كل مستطيل ثم أجمع مجموعة المستطيلات بعد التقسيم وأحصل على مساحة الشكل الموجود إذن في الشكل المجاور قسمت الفترة من A إلى B إلى عدد N من الفترات الجزئية أو من المستطيلات بشكل أدق أنه كل فترة هنا جزئية تمثل لمستطيل هذا عرض المستقيل وطول المستطيل ويمر المنحنة عند كل طرف أيمن في المستطيل خلال فترات متساوية إذن عرض كل مستطيل مساوي للعرض المستطيل الآخر خلال فترات متساوية وتسمى هذه التجزئة التجزئة المنتظمة إذن عندي هنا تجزئات جزأت المنحنة إلى عدة مستطيلات منتظمة عرض كل مستطيل مساوي للعرض الآخر إن طول الفترة الكلية من الفترة A إلى B إذن عندي الفترة A إلى B أحسب طول الفترة من A إلى B وذلك عن طريق طرحا قيمة B من A وتقسيم الفترات الجزئية إلى مستطيلات أحسب عدد الـ N من المستطيلات يعطيني الدلتا X اللي هو B ناقص A على N ويربز له بالرمز دلتا X إذن لما قسم التجزئة المنتظمة عدد المستطيلات أو الفترات الجزئية حيكون عندي B ناقص A على N ونسميها بالدلتا X اللي تسمى التجزئ المنتظم وارتفاع كل مستطيل يساوي قيمة الدالة عند الطرف الأيمن إذن أرح أخذ عند التجزئة الأول كم قيمة X وعوضها في الدالة حيعطيني قيمة طول المستطيل أو ارتفاع المستطيل عند الطرف الأيمن فإن ارتفاع المستطيل الأول ارتفاع المستطيل الثاني وهكذا إلى المستطيل N إذن بعد ما أوجد التجزئ المنتظم عند كل تجزئة هناك قيمة لـ X بعد تعويضها في الدالة في المستطيل الأول أو التجزئ الأول أو التجزئ الثاني أو التجزئ الثالث عند كل تجزئ بعد تعويضه في الدالة هو يعطيني ارتفاع المستطيل الأول المستطيل الثاني إلى المستطيل رقم N ويمكن حسابة كل مستطيل من خلال ضرب الدلتا X والدلتا X إحنا قلنا أنها هي عبارة عن B ناقص A على N إذن ضرب مساحة المستطيل ضرب الدلتا X والدلتا X هي عبارة عن B ناقص A على N في ارتفاع ذلك المستطيل لحساب مساحته إذن مساحة المستطيل قاعدتها هي عبارة عن الطول في العرض عرض المستطيل هو عبارة عن دلتا X وارتفاع المستطيل هو تعويض Fx عند نقطة X في الدلة ومساحة المستطيل الثاني وإلى أن أوصل مساحة المستطيل N وهذا مجموعها مجموع حواصل ضرب F-XI اللي هو ارتفاع كل مستطيل في عرض المستطيل عرض المستطيل قيمة ثابتة والXI هي عبارة عن قيمة A في I ΔX A هي نقطة البداية الآية سنأخذها الآن في مجموع ريمان والدلتا X هي عبارة عن التجزيء المنتظم لB-A على N لاحظ أنه عند اقتراب عرض المستطيل من الصفر فإن عدد المستطيلات يقترب من المالة نهاية وتسمى هذه بالتكامل المحدد ونشوف قانون التكامل المحدد يعبر عن مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الدالة ومحور X إذن المنحنة المرسوم عندي ومحور X المساحة المحصورة ما بين المنحنة ومحور X خلال الفترة A إلى B بإمكاني حلها عن طريق تكامل من A نقطة طريق نهاية الدالة أو نسميها النهاية الدالة عندما الـ N تقول إلى موجب ما لا نهاية ومجموع من الـ I تساوي 1 إلى N F-XI في دلتا X وF-XI قلنا هو عبارة عن تعويض كل مستطيل أو كل فترة جزئية قيمة الـ X فيه في الدالة والدلتا X هي عبارة عن B-A على N الـ XI هي عبارة عن A فترة البداية في الـ I دلتا X حيث A هو الحد الأدنى للفترة والـ B هو الحد الأعلى للفترة وتسمى هذه الطريقة في طريقة مجميع ريمان إذن مجميع ريمان عن قيمة الـ I الموجودة عندنا في قيمة الـ XI هي عبارة عن أحد هذه المجميع إذا كان العدد الثابت مجموع C فالقاعدة لا تساوي C-N إذا كان مجموع الـ I عندما الـ I تساوي 1 إلى الـ N فبإمكاني أستعيض عن المجموع بالقاعدة N في N زائد 1 على 2 والمجموع عندما يكون الـ I تربيع تساوي N في N زائد 1 في 2N زائد 1 على 6 مجموع عندما الـ I تكعيب تساوي الـ N تربيع في N زائد 1 الـ I تربيع على 4 والـ I أس 4 هو عبارة عن 6N أس 5 زائد 15N تربيع أس 4 زائد 10N تكعيب على 30 الـ I أس 5 هو عبارة عن 2N أس 6 زائد 6N أس 5 زائد 5N أس 4 نقص N تربيع على الـ 12 استعمل النهايات لإيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الدالة Y تساوي X تربيع في الفترة من 0 إلى 4 إذن تكامل الدالة سيعطيني من 0 إلى 4 اللي هو الفترة الموجودة الحد الأدنى لها 0 والحد الأعلى لها 4 والفترة الموجودة عندي أو الدالة الموجودة عندي هي X تربيع إذن المنحنة الموجود أمامي أو المنطقة المضللة في المنحنة هذا هي عبارة عن دالة X تربيع هذا التمثيل البياني لها والمنطقة المحصورة ما بين المنحنة ومحور X من الفترة من 0 إلى 4 إذن أول خطوة الموجودة عندي من 0 إلى 4 هذا المنحنة أبي أوجد دلتا X أول خطوة أني أحسب الدلتا X والدلتا X هي عبارة عن الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى اللي هو B ناقص A على N والB قلنا هنا 4 اللي موجودة عندنا في الحد الأعلى ومن الفترة اللي موجودة في السؤال ناقص A اللي هي الحد الأدنى اللي هو 0 فأربعة ناقص صفر حيعطيني أربعة على N الخطوة الثانية اللي أنا لابد أني أجيبها هي عبارة عن XI XI قلنا هي عبارة عن A زائد I في الدلتا X والA هي عبارة عن الحد الأدنى للتكامل أو الحد الأول في الفترة فإذن بيصبح 0 زائد I دلتا X والدلتا X حسبناها في الخطوة السابقة اللي موجودة عندنا هنا اللي هي عبارة عن أربعة على N إذن الدلتا X تم حسابتها والXI وجدنا القاعدة لها أربعة I على N نحسب الآن عن طريق قانون التكامل المحدد هيصبح عندي من 0 إلى أربعة X تربية DX تساوي نهاية الدالة عندما الـ N تقول إلى موجب ما لا نهاية مجموع الـ I إلى N من الـ I1 إلى N مجموع FXI في دلتا X إذن مجموع عندما الـ XI تربيع من وين جبنا التربيع هذا اللي موجود عندنا هنا وموجود عندي هنا التربيع هذا سواء جبته من المسألة اللي موجودة عندي هنا أو ممكن من الرسم إذا ما ذكر لي المسألة فإذن عندنا التربيع اللي موجود هنا أخذناه من السؤال X تربيع أو من الدالة اللي موجود عندنا في المنحنة أو في التمثيل البياني إذن نهاية الدالة عندما الـ I تساوي 1 إلى N XI تربيع في دلتا X XI كم حسبناها هنا في الخطوة الثانية اللي موجودة عندنا هي عبارة عن أربعة I على N الكل تربيع والدلتا X حسبناها هي عبارة عن أربعة على N الآن الدلتا X الأربعة على N هذه هي عبارة عن عدد ثابت بإمكاني أخذه قبل المجموع لأنه أنا أبحث عن مجاميع ريمان بحيث أنني أحصل على الآية الوحدة أو الآية تربيع أو الآية 3 الآية 4 الآية 5 فلابد أنني أحصل على الآية هنا الوحدة فأتخلص من أي عدد ثابت الأربعة على N هذه عدد ثابت ممكن أخذها أمام المجموع وفك التربيع فبيصبح عندنا أنه أربعة على N قبل المجموع تعالوا نفك التربيع مع بعض أربعة تربيع هيعطينا 16 والI تربيع هي عبارة عن I تربيع والN لما نرفعها للقوة 2 هيعطينا N تربيع إذن سأحصل على أربعة على N أمام المجموع مجموع 16 على N تربيع في I تربيع الآن 16 على N تربيع هي تعتبر عدد ثابت أنا أبحث عن I مجموع I عشان أستخدم فيه مجميع ريمان فأتخلص من أي عدد ممكن يأثر على الصورة القياسية لمجميع ريمان فنأخذ 16 أمام المجموع طيب الآن حصلت على مجموع I تربيع وهذه من ضمن أحد مجامية ريمان طيب أنا ممكن كيف أحصل على القاعدة هذه أخذناها سابقا اللي هو سيجما أو مجموع I تساوي 1 إلى N هي عبارة عن N في N زائد 1 في 2N زائد 1 على 6 إذن المجموع اللي موجود عندي هنا باللون الأسرق هذا ممكن أنا أخذ المجموع هذا وأبدله عن قيمته أي مجموع عبارة عن I تربيع أنا راح أستبعده وأوض عنه بقيمته N في N زائد 1 في 2N زائد 1 على 6 إذن أرجع للخطوة السابقة 4 على N حياتيني 4N و 16 على N تربيع والمجموع أوض عنه بالمقدار مجموع ريمان في N زائد 1 في 2N زائد 1 على 6 الآن أجري عملية الضرب اللي موجودة عندنا هنا 16 في N حياتيني 16N والN تربيع في 6 حياتيني 6N إذن نهاية الدالة 4 على N في 16N في 2N تربيع زائد 3N زائد 1 على 6N تربيع طيب باقي عندي هنا الأربعة على N مضروبة في داخل ما في القوس 4 في 16N حياتيني 64N والN في 6N تربيع حياتيني 6N تكعيب لو لاحظت ما بين البسط والمقام موجود عندي هنا في البسط N وموجود في المقام N تكعيب وN تكعيب هي عبارة عن N تربيع في N فبإمكاني أختصر الN الموجودة في البسط مع واحد الأسس اللي موجودة في المقام فيصبح عندنا أنه الN حنختصرها مع الأسس الموجود يصبح عندي 64 على 6 إذن 64 على 6 والحد الأول اللي موجود عندي فيه أو الجزء الأخير من البسط هو عبارة عن 2N تربيع زائد 3N زائد 1 على N تربيع طيب التكعيب وين راح؟ الأسس هنا كان تكعيب أصبح تربيع اختصرت أحد الأسس مع الN الموجودة في البسط الآن أستخدم خصائص النهايات نهاية الدالة عندما الN تقول إلى ما لا نهاية أو ممكن أن أقسم على أكبر أسس موجود في المقام علشان أحدد النهاية إلى N تقول فأصبح عندي 64 على 6 نهاية الدالة عندما الN 2N على N تربيع على N تربيع 2 في N تربيع على N تربيع نهايتها هيصبح عندي أقسم على N في البسط والمقام ستصبح 2 أصبح حد ثابت و3N على 2N هيعطينا نختصر الأسس أو البسط الN مع أحد الأسس هيعطينا 3 على N و1 تقسم N تربيع هيعطينا N تربيع الآن أعوض عن أي N موجودة في المقام بقيمتها عندما الN تقول إلى ما لا نهاية فيصبح عندنا 64 على 6 في 2 في 3 على ما لا نهاية زائد 1 على ما لا نهاية طيب لما عوض عن الN بما لا نهاية هذا الأول حد ثابت و3 على N لما عوض عن الN بما لا نهاية هيعطينا 0 وال1 على N تربيع لما عوض عن الN تربيع فيما لا نهاية راح يعطيني 0 أصبحت 64 على 6 في 2 ممكن أنا أختصر ال2 مع ال6 ويطلع لي قيمة أبسط منها فيعطيني 2 على 6 فيها الثلاثة 64 على ثلاثة فيها 21.33% وحدة مربعة وهي حساب مساحة المنطقة المحصورة للدالة X تربيع خلال الفترة من 0 إلى 4 ناخذ مثال آخر استعمل النهايات لإيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى الدالة المنحنى الدالة هو المحور X والمعطاب التكامل المحدد التالي إذن أعطاني تكامل محدد خلال الفترة من 0 إلى 3X دي X إذن التكامل المحدد اللي موجود عندي هنا من 0 إلى 3X دي X المطلوب مني حساب مساحة أول خطوة أنا ممكن أسويها هي حساب الدلتة X والدلتة X قلنا هي عبارة عن الحد الأعلى اللي هو الB ناقص الA على N إذن الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى على N الحد الأعلى هو 3 والحد الأدنى اللي هو الA 0 إذن 3 ناقص 0 على N ويعطيني 3 على N الخطوة الثانية اللي أنا راح أسويها أحسب الXI الXI هي عبارة عن الA زائد I في دلتة X الA هي عبارة عن الحد الأدنى صفر والI هو اللي أنا راح أحسبه عن طريق المجميع والدلتة X هذا هو التجزيئ المنتظم وحسبته أنا اللي هو هيكون 3 على N إذن صفر زائد I 3 على N ويساوي 3I على N إذن الدلتة X هو عبارة 3 على N والXI هو عبارة عن 3I على N نشوف مجموع ريمان الموجود عندنا المجموعة يساوي مجموع حواصل الFXI في الدلتة X ويساوي XI في دلتة X إذن الXI اللي حسبناها هي في الشريحة السابقة هي 3I على N هذه تم حسابها في الشريحة السابقة 3I على N والدلتة X هي 3 على N إذن الXI 3I على N والدلتة X هي 3 على N الآن حاصل الضرب ما بين القيمتين ال3I في 3 حياطينا 9 والN في الN حياطينا N تربيع إذن أصبحت 9 على N تربيع مجموع I وهذا اللي أنا لا بد أن يستخدمه من مجميع ريمان إذن 9 على N تربيع في مجميع ريمان اللي هو عندما ال-I أس واحد وهذا له قيمة ومقدارها هي N في N زائد واحد على 2 إذن 9 على N تربيع هذا عدد ثابت أو مقدار ثابت في مجموع ريمان المجموع عندما ال-I تساوي واحد إلى N وهو عبارة عن N في N زائد واحد على 2 الآن عندي N في البسط وأحد الأسس اللي موجود في المقام N في N أو N تربيع بإمكاني أختصر ال-N مع الأسس الموجود هنا في المقام فأصبح الناتزة النهائية لي 9 N زائد واحد على 2N إذن 9 في N زائد واحد على 2N بإمكاني الآن أسوي عملية الضرب مباشرة 9 في N هيعطيني 9N وتسعة في واحد تسعة إذن الناتج النهائي اللي موجود عندي 9N زائد 9 على 2N الآن نرجع للتعويض عندما تكامل من صفر إلى ثلاثة X ويساوي نهاية الدالة عندما ال-N تقول إلى موجب ما لا نهاية إذن نهاية الدالة عندما ال-N تقول إلى موجب ما لا نهاية 9N زائد 9 على 2N معنات أي N موجودة عندي هنا من خصائص النهايات راح أعوض عنها في ما لا نهاية إذن 9N زائد 9 على 2N أي N راح أشيلها وحط بداية لها قيمة المال لنهاية أو من خصائص النهايات اللي أخذناها في بداية الفصل أن نعرف كم الناتج لها إذن 9N زائد 9 على 2N هيساوي 9 على 2 وحدة مربعة بهذا نكون خلصنا درس التكامل والمساحة تحت التكامل والتجزيئ المنتظم نهاية الدرس نكون قد تعرفنا على ما هو التجزيئ المنتظم وما هو التكامل المحدد وما جميع رمان والتكامل نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض مادة تريق بكم إلى لقاء بكم آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته